بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهر ده يا جماعة هنتكلم عن المحاضرة التانية في الفوتوشوب وهنتكلم فيها ان شاء الله عن الاختصارات المهمة الموجودة في البرنامج اول شيء مهم طبعا الاختصارات دي هاتم بحيث انت تتصرع العمل بتاعك وتتصرع شغل بتاعك اول اختصار عندي اللي هو حرف الفي الفي ومسا يا جماعة اللي هو موف كنترول يعني اداة التحريك لو ضغطت V من لوحة المفاتيح بحيث انت تحرك طبقة من ضمن الطبقات الموجودة تقدر تحركها عن طريق اداة التحريك اللي هي موجودة فيها نعم يبقى V اختصار لأداة التحريك اللي هي موف كنترول لو انت ضغطت F مرتين على لوحة المفاتيح حرف F مرتين على لوحة المفاتيح هيدك فولو سكرين بهذا الشكل لو ضغطت عليها مرة تانية هترجع للوضع الطبيعي بتاع النافذة لو انت عندك مجموعة من الطبقات مثلا ولا يكون الطبقة دية والطبقة اللي تحتها شفت عشان هادت طبقتين لو ضغطت CTRL مع G هيعمل لك مجموعة جروب يحط لك فيها طبقة اللي انت ايهي اخترتها هيعمل لك جروب للطبقات طيب لو انت عاوز بتعمل duplicate للطبقة دية او تعمل لها نسخة تاني بتضغط CTRL مع G هيكي ده كده تعمل ايه لو عندك مساحة العمل كبيرة مثلا زي كده وضغط مسافة ممكن انت تتحرك حوالين العمل بتاعك وانت ماسك المسافة بتزهل الهيندي تول وتتحرك الكنفاس بتاعك او تتحرك اللوحة بتاعتك وانت ماسك المسافة طيب كمان عندي التراجع لو انت عاوز تتراجع CTRL مع Z مرة واحدة لو انت عاوز تتراجع اكتر من خطوة CTRL و ALT و Z تديك اكتر من ايه من تراجع طيب كمان عندك CTRL مع واحد بتديك زوم مية في المية يبقى CTRL مع واحدة تديك زوم مية في المية بص كده من تحت كده هتلاقي زوم عندك مية فين في المية طيب لو حبيت تختار اللوحة بتاعتك كلها او الملف بتاعك كله او اللوحة الرسم بتاعتك كلها CTRL مع ايه CTRL مع ايه هديك ايه تحديت على اللوحة كلها CTRL مع ايه بص كده هتلاقي في مربع كده ظهر معنا ان كل اللوحة تم اختيارها لو انت عاوز تلغي تحديد CTRL مع دي CTRL مع دي طيب لو انت عندك عنصر مسكوا مسلا او طبقة مسكها مسلا ولكن العنصر حركوا مسلا ان هو العنصر ده مسلا وعاوز تعمله تحوير حر CTRL مع تي يعني تده تعمله تده تعمله rotate تده تحركه ده اسم التحوير الحر اللي هو CTRL مع ايه مع ايه وبعد ما تخلص بتغطيه enter من اللوحة المفاتيح طيب لو انت عاوز في عندك حاجة اسم المساعدات يعني مثلا لو انت عندك المسطرة CTRL مع ار وصحبت هنا في جايد كده ده جايد او مساعد وفي جايد كده مثلا ده مساعد تاني وفي جايد تاني كده هوت ده مساعد تالت وفي جايد اذا كده مثلا ده مساعد رابعه ماش كده الجايد دي بس فايدة ان انت مثلا بتده تحازل عنصر عليه لو انت ضغط CTRL مع السيمي كولن اللي هي CTRL مع كاف هتلاقي الجايد دي بتختفي نضغط عليها مرة تانية بتظهر معك يبقى CTRL مع سيمي كولن او CTRL مع كاف هي هي هتديك اللي هي اخفاء واظهار اللي هي المساعدات اللي مدامة جديد طيب هنخفيها دلوقتي في عندك برضو CTRL مع طه بالعربي او CTRL مع ابوستروف بالانجليز هي هي بتديك الشبكة CTRL مع طه اللي هي CTRL مع ابوستروف بتديك الشبكة طيب لو انت بسطل الملف من فوق كده تلاقي فيه نجمة فوق النجمة دي يا جماعة معناها ان الملف الملف دلوقتي مش محفوظ مش محفوظ يعني تم التعديل على الملف لكن الملف مش محفوظ نعمل ايه نضغط CTRL و S من لوحة المفاتيح عشان نبدأ نحفظ الملف طبعا هحفظه بأي اسم على سفتح المكتب عندي مثلا ولكن على الديسكتوب هنا هحفظه مباشرة باسم التست مثلا او تست بالانجليزي طبعا الامتدار بتاع ملف الفوتوشوب معروف ان هو ال PSD فهذه هتصيف واحفظه كده انا هتلاقي النجمة دي اختفت معناها ان الملف تم حازه لو انا مسلا عدلت تاني جيد كده وراحت اخترت مثلا الير من ضمن اليرات ديت مثلا وحركتها هتلاقي النجمة ظهر تاني معناها ان انت ايه لازم تحق يعني تحفظ تدر تكنترول مع اسه تحفظ طيب اه كمان عندي اه 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 لو انت مسلا عندك اكتر من ملفين يعني مسلا سيه في ملف زي كده وفي ملف تاني وراه زي كده مثلا ملفينه هوا ماشلا والملف دوت مثلا تحرك معك بالصدفة تحرك معك بايه بالصدفة طيب تدر تخلي الملف ده يرجع تاني في مكانه في التابات اللي فوق ان تسحبه وترميه هنا دي حاجة او تيجي في قائمة ويندو وتدور على الكونسولوديت اه الرينج وفي حاجة اسمه كونسولوديت اول تو تابس معناه هي يعني يرجع لكل الملفات في تابات جنب بعضيه هبوصل للملف رجع عطل فيين في التابلو قدام تمام كده يبقى انت لو حركت الملف بتاعك كده واصبح العديدة منفصلة وانت عاوصل رجعه فوق تاني بتيه بتختار في الويندو دياته وتختار الاررينج وتختار كونسولوديت اول تو تابس هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة